أعلنت الأحزاب السياسية منح ثقة كاملة ولكنها مشروطة للحكومة الجديدة يأتي ذلك بعدما شكلت 11 جلسة نقاشية قناعات الأحزاب حول الفارق القوي الذي سيحدثه البرنامج في مستوى ونمط حياة رجل الشارع ثقة كاملة ولكنها مشروطة منحتها الأحزاب السياسية للوزارة الجديدة بعدما لمست من خلال برنامج واعد وطموح عزم وإصرار الحكومة الجديدة على استكمال مسيرة البناء والتنمية 11 جلسة نقاشية شكلت قناعات الأحزاب حول الفارق القوي الذي سيحدثه البرنامج في مستوى ونمط حياة رجل الشارع وبناء على تلك النقاشات قالت الأحزاب كلمتها حيث أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة بعد سبعين ساعة من النقاش والرد على جميع الملاحظات التي أوردها النواب كما أعلن حزب حماة الوطن تأييده لتوصية لجنة دراسة برنامج الحكومة ولاسيما بعد عمليات الدمج والفصل واستحداث حقائب وزارية في أهم الملفات وهي ملفات التنمية الصناعية والبشرية وفي حزب الوفد أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب موافقتها المطلقة على الدراسة المستفيدة والفحص المدقق من قبل أعضاء الحزب وأكد الحزب متابعته كل ثلاثة أشهر لما يتم تنفيذه على أرض الواقع بدورها أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب موافقتها على البرنامج مع تأكيدها على ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة الظروف الإقليمية والدولية بالغة التعقيد وقد أكد حزب الشعب الجمهوري على أن البرنامج جاء محققا لآمال الجماهير وتطلعاتهم فيما وصفه حزب مصر الحديثة بالبرنامج الطموح الذي أعطى أولوية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مما يعكس اهتماما كبيرا برجل الشارع وهو المعنى الذي كرره حزب مصر الحديثة مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة التحديات وتعزيز دور الدبلوماسية البرنامجية على المستوى العالمي لتنال مصر مكانتها المستحقة بجمهورية جديدة ذات فكر جديد